نرحب من القاهرة بالأستاذ أشرف ميلاد الباحث المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين أرحب بك أستاذ أشرف يعني يمكن منذ سنوات ومسألة الأجانب المقيمين في مصر بطريقة غير شرعية وضرورة تقنين أوضاعهم شغل شاغل وكثير من المتخصصين ومنظمات الهجرة تحدثت عن هذا الأمر هل تكون هذه الخطوة بداية لإحداث هذا التقنين وأن يكون الأجانب المقيمين في مصر كلهم بيقيموا بشكل شرعي وبرقت وبطريقة شرعية بدون أي مشاكل هي الفكرة أن أعلن منذ حوالي شهرين ونص عن قانون للجوء الذي كان الهدف من صدوره المزمع أنه يتم حصر المقيمين في مصر والمقيمين بشكل غير نظامي أو بشكل غير قانوني ولكن يبدو أن هذا القرار تم تأجيله الفترة لصدور هذا الإعلان أو هذا القرار الصادر من رئاسة الوزراء أنا بس شايف أن القرار غامض وفيه التباس حتى كلمة مستضيف دي يعني ليس لها أي تفسير غير أنها كلمة كفيل إن بدأت بعض دول الخليج تلغي هذا النظام نهيك عن مسألة الألف دولار في أعداد كثيرة من الموجودين في مصر بشكل غير نظامي أو شكل غير قانوني هم من طالب اللجوء أو اللاجئين الذين تم إغلاق ملفاتهم من قبل مفاوضية اللاجئين لاستنفاذ مرات الرفض مرتين فبالتالي هم مقومين في مصر أن هم غير قادرين على أن هم يرجعوا فما سألت الألف دولار دي يعني أنا شاف أنها مجحفة جدا ويعني فيها مشكلة أيضا مصر يعني من القرن 19 بتستقبل بأريحية اللاجئين والمهاجرين من الشرق الأوسط ومن أوروبا بس نحن هنا نفرع بين حكتين بين اللاجئين وبين المهاجرين أو المقيم بمين بشكل غير شرعي القرار الأخير لا يتحدث إطلاقا عن اللاجئين يتحدث عن المقيمين مخالفي إقامة السياحة أو مخالفي قانون الهجرة فبالتالي أنا نتكلم عن شريحة بعيدة عن طالب اللجوء المفروض صح كده نعم نعم ولكن كما قلت هناك العديد من المرفوضين من مفاوضات اللاجئين غير قادرين على العمل أو الكسبة أو على العودة إلى بلدانهم القانون أعتقد أنه يشفر هذه في دول برضو لما بيترفض طلب اللجوء بيرحلوا على بلده يعني بتحصل في كتير من الدول بهذا الشكل فلو كان في حل وسط أنه اللاجئ أو يعني طالب اللجوء يستفيد أو المقيم يستفيد بشكل ما ولو هو يملك القدرة المالية أنه يعمل ده إيه المشكلة أنه نفتح له الباب بالشكل ده يا الدولة يعني في حالة بحث طبعا عن موارد خاصة بالعملة الصعبة ولكن أنا شاف أن مبلغ ألف دولار ده يعني مبالغ فيه بشكل أو بآخر ناهيك عن فكرة وجود مستضيف لأن هذا شرط من الشروط أيضا يعني أعتقد أن ربما صدرت اللائحة تنفيذية لهذا القرار لأنه لم يعمل به طبعا الآن إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية يعمل به بعد صدوره في الجريدة الرسمية التي تنشر القوانين بخمسة عشر يوما ربما خرجت لائحة تنفيذية توضح لنا من هو المستضيف ربما في أحسن الأحوال نعتقد أن المستضيف هو المؤجر ولكن هناك العديدين من المهاجرين الموجودين في مصر لديهم أم لكم حتى فيه كومباوندات فغير يعني غير محتاجين لوجود مستضيف ففيه لبس في القرار ده أعتقد أنه خرج بشكل متعجل شكرا للمشاهدة